موسيقى نظمت لجنة التدريب والبحوث بالنقابة العامة للمحامين بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي دورات تدريبية في التحكيم الدولي لمحامي هيئة الاستثمار وذلك في مقر مركز تدريب هيئة الاستثمار تحت رعاية سامح عشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب والدكتورة صحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وذلك تحت إشراف عبدالجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة ومقرر نجنة التدريب والبحوث وضح أن الهدف من هذه الدورة تنمية المهارات والقدرات القانونية لمحامي الإدارات القانونية بهيئة الاستثمار في إطار بروتوكول السابق توقيعه بين الأستاذ سامح عشور نقيب المحامين وبين الدكتورة صحر نصر وزيرة الاستثمار وبرتوكول تعاون بين النقابة وبين الهيئة العامة للأستثمار والمزارة ولجنة التدريب اللي بشرف برئاسة لجنة التدريب في نقابة المحامين احنا كان الهدف والتفكير في ان احنا ازاي يبقى فيه تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة وبين نقابة المحامين في مجال رفع القدرات بناء القدرات التدريب المتخصص التدريب المستمر نقيب المحامين بيستهدف وهذا المجلس انه نهتم بقطاع التدريب والتأهيل ونتيجة انه الان العالم بتطور وانه المحاماة بتتطور وانه فيه توقع زي ما قلنا قبل كده لمسألة شركات المحاماة الدولية وفي تطوير المكاتب اللوفيرم وتطوير المحامين والشركات الكبرى ونتيجة وجود اتفاقيات تحريج التجارة ونتيجة وجود اتفاقيات متعددة سنائية او دولية ونتيجة انه هذا الامر كان هو الدافع ان احنا المحامي فقط المترافع في الشرعي وفي المدني وفي التجاري ليس كافين ولكن احنا استهدفنا او بنستهدف ان محامين المستقبل سواء كمحامي حر او محامي في شؤون قانونية او بيعمل في اعمال قانونية في جوه داخل ادارة او هيئة نفس احنا المحاماة نسيج واحد المحامي المترافع والمحامي الباحث والمحامي اللي في ادارة قانونية في شركة كلنا قصرة واحدة نسيج واحد بنقدم دور استمرت الدورة لمدة ثلاثة ايام وحاضر فيها ثلاثة خبراء منهم الدكتور سمير زبدية لا يخفى عليكم وانتم ترون النهضة الهائلة النهضة الهائلة لمصر في الجانب الاستثماري في جانب المزيد من المشاريع المتنوعة المختلفة العملاقة التي بدأت فيها مصر ولذلك نحن بالتنسيق والتعاون مع اخي الاستاذ عبدالجواد ردنا وسنعمل معكم ايها السادة الزملاء فاحنا حنشتغل معاكم وحنشتغل طبعا مش بس متل ما قال اخي عبدالجواد دورة ثلاثة ايام والسلام عليكم لا انا بنصحكم كاخ اكبر منكم اهتموا في التحكيم سواء على صعيد الاستثمار او على الصعيد العام لا توجد مؤسسة او شركة او رجل اعمال حاليا يجري اي عمل كبيرا ام صغيرا محليا ام داخليا ام دوليا الا ويضع شرط التحكيم في عقده كما شارك الدكتور احمد عزت وتضمنت الدورة محاضرات في التحكيم الدولي وتشكيل مجالس الاستثمار انا شايف من الخطوات اللي بتاخد انقبط المحامي ده خطوات هيلة ومحترمة واعتقد ان احنا مع الوقت هنقدر نوصل لمحالة محامي مصفي يساوي محامي دولي في كل شيء سواء كان في القيمة الادبية او في المقابل المادي يمكن فيه نقطة مهمة جدا انا عايز اوضحها في اجتماعنا اليوم هو انا جاي ليه انا جاي على الاعتبار ان انا عضو عملي في مجال التحكيم انا اغلب شغلي خاص بالتحكيم الدولي والقضايا الدولية شغلي بالكامل جزء منه جوا مصر وجوز برا مصر لما دعيت من معالي المستشعر السامير بي انا لسه جاي من فرنسا ومسافر بكرة تركيا وجيت عشان المحاضرات ديت لان انا يمين طبعا اتشرف بيك وده شيء ساعدني وشرفتني في كل مكان موجود في مصر مع زمالي ده حاجة تساعدني جدا يعني واتمنى ان اي مجهود او اي خبرة او اي شيء بنشوفه باوا نقدر ننتقل ونستفد بهنا ونكون افضل منه يمكن عبد الجواد بيه الكلمة مهمة اوي امتى هنشوف الشركات في مصر الشركات محامات الشركات اللي هو فعلا محققية الموضوع ده فعلا مش موجود في مصر غير على مستوى يعني انا اتصور ممكن سبع ثمان شركات سبع ثمان شركات دولية واغلبها بالمناسبة فروع لشركات دولية يعني حتى الشركات الاسماء الكبالي بنسمعها هنا هي مش اسماءهم بكل اسماء وكلاء وكلاء بيكو اند مكانز وكلاء لودر ام بيرس وكلاء جانيويني بكل اسف كل الناس بيعملوا الاحساب برد واختتم الدورة الدكتور حسام لطفي التأهيل مش عيب يا جماعة والتدريب مش عيب وحضور دورات تدريبية مش عيب هي انه بيسمع كلام جديد واحنا بنقله اخر حاجة وصل لها العلم عشان يقدر يوظفها في شغله ويجي فلوس اكتر يعني زي ما كنا بتكلم دلوقتي ما بتيجي تقول شرط التحكيم احنا عادنا نتحارب عشان نحط شروط التحكيم في العقود ونتهم ان احنا بنفتقت على اختصاص القضايا المصري وبدأ بعد فترة ان الناس تستوعب ان التحكيم بيؤدي الى عدالة ناجزة المحامي بياخد فرصته بانه بيتكلم بصورة افضل وبيحكي كل التفاصيل وبيقول كل اللي عنده القاضي بيسمعوا المحكم بيسمعوا وسامع جيد جدا بياخد حكم ما بيطلعش في خمس ست صفحات بيطلع ثلاثين واربعين صفحة ومتين صفحة وثلاثمين صفحة فده بيفيد الفكر القانوني انه بيقرأ وبيفهم وبيسمع في نهاية المطاف المحامي اللي بيمر بتجربة التحكيم بيبقى مر بتجربة مختلفة عاملة زي تجربة الاحتراف انا بشكركم وبشكر الدكتور وان شاء الله اكون فينا اللقاء قريب وبنشكر الدكتورة وزيرة السمارة دكتورة صحر والسيادة النقيب الأستاذ سامع عشور واشكركم ان شاء الله